لقاءنا التالي مشاهدين اللقاء يعني بالتكنولوجيا وبالتطور الذكي للتكنولوجيا مشان هيك منستضيف معنا المدرب محمد المدور وهو مدرب معتمد من مايكروسوفت أهلا وسهلا فيك محمد صباح الخير صباح النور شرفتنا شكرا على الاستضافة يعني قديرا دين عليك مايكروسوفت خرفتلون الدنيا باختراع ترفع له القبة على اكسل سيميليتر شي كتير جديد وانت مخترع لبنانة يعني هيدا ضرورة نحن نقول عنا بالبداية شرح بسيط شو الاكسل العادة مين مستفيد من الاكسل مين بيدرس هالبروغرام وبعدين خبرنا كيف اجت الفكرة حلو اول شي برنامج الاكسل هو برنامج بكل بساطة بيعملك عمليات حسابية وتحليل البيانات مين بيستفيد منه مفي اي انسان بالعالم غير ما بيستفيد من الاكسل سواء كان رب اسره عنده عيلي بده يحسب قدام صريفه بده اكسل انت هون بالتيفي كموظفين وكل شي بدكن اكسل مستشفى بده اكسل البانك بده اكسل اي شركة بالعالم اي مؤسسة كله بده اكسل بتا يحسب بياناته فاذا وين ما بيفوت مصاري بدنا اكسل اللي ما بيدرس مات ومش عارف شي بالمات ملاح يقدر يعمل هالفورميلا ويقدر يكتب فورميلا تقدر تحلله مدخوله ومصروفه وربحه اليوم انت عم بتقلي لأ صارت هينة وبسيطة وبش ضرورة نروح ندفع مصاري وندرسها شو اختراعك؟ الاختراع هو بكل بساطة انا صنع 13 سنة بمجال التعليم لقات في مشكلة كتير كبيرة المشكلة هي انت اذا بدك تعلم اكسل يا بدك تقرأ كتاب الكتاب مشكلته انه منه تفاعلي يعني انا اذا عم تعلم اكسل هذا شي على الكمبيوتر فالكتاب بقرأ الكتاب طب كيف بكبس كيف بطبق ما فيه طريقة او بدك احضر اليوتيوب فيديوز اليوتيوب فيديو برضو منه تفاعلي لانه انت الفيديو ما فيك تكبس عليك طبق معه للفيديو بدك تصير كل شوية عملي بوز تروحي على الاكسل تكبسي ترجع على الفيديو فايدا الشي منه براكتك فانا اللي عملته بكل بساطة قلت ليه ما انا بعمل شي يخلي الشخص يفتح قدامه الاكسل ولكن هو بصير بمشي خطوة بخطوة يعني اذا انت مكبست على الزر ما بيمشي للخطوة اللي بعدها فمسلا بديك تعملي معادلة بيقلك اوكي لا تعملي معادلة اول شي بدك تضغطي هون فبديك انت تقرب الماوز كأنه في حدا قاعد حدك عم بيدلك بيقصبه عم بيقلك كبسي هون فاذا هو لح تكون خطوات بسيطة لا اقدر انا اتفاعل مع هالاكسل البروغرام الجاف اذا هو موجود بالكتاب لا انت عم بتحرك هالاكسل قدامي لا يدربني ويعلمني تحت الهوقت عم بيقلك مثل عم يتعلم على الارك بتضويله النوت هو بيكبس لأمر كتير بسيط وكتير استفاده منه الناس لحنروح لفيديو وكأنه محمد لحيشرح لنا عن هالسيميليتر لالاكسل لتكون بسيطة وسهلة ومين ما كان لحيقدر يعمل هيد الخطوة لأنه برجع بقول هيدا تطبيق مجيني وبسيق الحديث لحنعرفكم اكتر فهلأ اللي حنشوفه أنا ويك محمد والمشاهدين هو اذا اللاحظة هون شوف المربع الاحمر اللي هو عم بتدل الشخص هيدا الماوس هيدا أنا عم بحركها يعني كأنه في حدا قاعد جنبي عم بقل اضغط على هيدا الزر بالأول رجع اضغط على هيدا الزر أنا إذا ما بعرف كان صعب علي إذا بدي أحضر يوتيوب فيديو كان كل شوي بدي أعمل بوز روح لإكسل أما هيدا الإكسل هو فاتح أمامي وعم بمشيين ستاب باي ستاب يعني كأن انت على دينة اللي شخص عم بتقوله روح لهون شوف الكيبورد مثلا كيف كل شيء الزرار مثلا وين لازم أضغط بيختفه بس بدوي لمحل الزر لازم أنا أضغطه وحتى لو كبسة أي شيء بالغلط كبسة تاني ما بيمشي لقدام فلازم أتأكد أنه عم بيكبس الزر صح لحتى أمشي لقدام يعني هو كأنه خطوة بخطوة عم بيقدر يعملك هالليدينج أو عم بيمشيك لا تقدر هون حاتت كمان يعني البرام والآه صح صح هون أنا كنا عم نجرب هون نتعلم شيء اسمه exam grade مثلا للمدارس فهن مثلا المدرسة عندها مشكل إذا عم دخله عليه ممكن يدخلوها بالخطأ ففي شيء بالإكسل أنه تمنع هذا الخطأ فهون أنا عم بيجرب أنه لو دخلت grade مثلا 300 لأنه ما في grade 300 هي بين 0 و100 العلمة بالمدرسة أو بالجامعة فهون بشوف آخر شيء دخل 90 حتى أنتر فمش الحال أديش أخذ معك لهيك اكتملت الصورة وعملت للاونشين هي صراحة الفكرة بلشت بال2019-2020 عملت أنا نسخة أولى ولكن ما كانت جيدة وطبعا يعني هذا شيء طبيعي دايما الوعد لما يبدأ ما بيكون كل شيء perfect فلرجعت تعلمت قصص ثانية قصص متطورة أكتر الحلو بالسيمليتور الجديد اللي إليه أنه كل شيء كلام مكتوب instructions بينحكوا بالإنجلش بلكنة perfect باستخدام الذكاء الاصطناعي سو ما حيكون boring أو هيك جاف مثل ما أنت قلتين لأنه حم بيكون في شيء الإنسان عم بيسمع كل ال instructions وأكيد فيه المربع الأحمر هو عم بيدله نعم وأنا أخذتني وقت حوالي 9 شهر تقريبا شغل فرده يوميا يوميا عليها لقدرت تخلص كل شيء محمد أول ما قدمت هالاختراع أنت قدمت برات لبنان صح ضغرة وافأ عليه ولا انطلب منك تحسين حالو لا أبدا يعني أنا قدمته بدولة الإمارات أنا كان أساسا عندي إقامة عادية فبعدين قدمته ضمن الإقامة الذهبية والحمد لله ضغرة أشت الموافأ أو أعطون الإقامة الذهبية لمدة 10 سنين وما اضطررت تعزل لا أبدا الحمد لله هي الفكرة كانت واضحة وفيري ستريت فورورد يعني ما فيه أي إنسان ممكن يفوت على الويب سايت ويضيع أو يقول أنه كيف بدأت أتعلم فيه حدا يكون اليوم نفتح بيزنس صرنا أونلاين حياة لحدا حياة لست بيت حياة لشخص يمكن منه بالكمبيوتر والبروغرامنج وغيره فيه بلش وفيه سيد ينجح بالإكسال ويبلش البزنس تبعه من زيره؟ أكيد لأنه أنا عامل هلأ 284 لسن على الإكسال هو اللي بيشمله كل شيء طبعا الإكسال كتير كبير ولكن 90 أو 95% من الإكسال ليش؟ لأنه بمشيك من أول لسن من أول خطوة اللي هي إذا أنت ما بتعرف حتى كيف تكبس بالإكسال بيعلمك كيف تكبس لتوصل إلى الفاري أدفانس لكيف تعمل رسوم بيانية وتحليل للبيانات ومعادلات وكل هالأمور هاي فيه أكيد بروغرامز منافسة للإكسال بعده بيربح الإكسال هو الإكسال صراحة ليدنج يعني أكيد فيه جوجل شيتس فيه باور بي آي هنه شوي شبهين يعني كفكرة تحليل بيانات أكيد طبعا فيه اختلافات بالتفصيل ولكن الإكسال هو الأشهر بعضه لهلا فأنا قلت أنه بالعكس خليني أعمل هيدا السيموليتور على الإكسال لأنه مثل ما قلنا بالأول يعني حتى أنا من خلال 13 سنة تعليم أكتر كورسات بتنطلب منه هي كل إكسال لحن نرجع نفكر لأنه هم نحكي بزنس هم نحكي إكسال يعني فيه ربح وفيه مردود وتتقدم هيك بروغرام فور فري كيف بتصير الأمور؟ كيف بتطلع أنت الرانضمان تبعات؟ حقلك كيف أول شي أنا بآمن بفكرة أنه التعليم لازم يكون مجان للجميع بقدر المستطع فأنا بقول في كتير ناس ما مع مصار تدفع حتى تروح تحضر كورسات أو نحن منشوف كورسات أونلاين لهن فيديوز مدفوعين فأنا قلت أول شي الفيديو نحن حكينا قبل ليش هو شي سلبي أنه واحد يحضر فيديو منه براكتيكل فأنا قلت لأ خليني أعملها مجانة للجميع ما يكون فيه أي عزر لأي حدا أنه يقول أنا ما بعرف إكسال أو ما بعرف على الكمبيوتر وهلا حتى بالوظائف أنت أي وظيفة بتقدمي له دايما بيطلبوا منك أنك تكون بتعرف على قليل لو شوية إكسال لأنه مثل ما قلنا قبل يعني لو كنت HR, Sales, Marketing كله بده إكسال هلا كيف أنا بيستفيد منه بيصير أول شيء إكسبوجر لألي يعني فيه مثلا جهات بالإمارات بالسعودية بيصيروا بيسمعوا بهذا النظام بيجوا لعندي بيقولوا لي يا محمد ما شاء الله حبينا النظام بدنا يكتش يتعلم عنه مثلا كوني أنا مدرب أساسا يعني بتفيدك بـ CV كمدرب أنت عم تقدر صحيحا بتقدم هالخدمة فور فري بس أنت عم تظلك تعليق إذا بدك أسفمك وفي الطريقة الثانية اللي هي بيصير الشركة مثلا بدل ما تجيب مركز تدريب وبدل ما تجيب مدرب يعلمهم للموظفين عندهم بيصيروا بيشتروا هيدا النظام من عندي وبحطوه على الكمبيوتر زي عندهم فبصيروا للموظفين اللي قالوا بدل ما يجيبوا أستاذ ويعلمهم بيصيروا بيشتغلوا على النظام هو عم بيعلمهم خطوة بخطوة وبتضل الأوقات المتاحة قدام للموظفين وببدلوا يمكن محكمين بساعات معينة صح هذا اللي عم بيصير لأنه بالخليج مثلا الدورة التدريبية خمسة أيام نهار كامل صعب ما تلاقي شركة أنه تقدر تخلي موظفين يروحوا خمسة أيام لوقت كامل بس يتدربوا وبعد التدريب يمكن ينسوا المادة أما هون كل واحد هو على وقته وإذا في شغلة مفاهمة بيقدر يرجع خطوة لورا فهذا الشيء الأدفانتج قديش الليفلز يعني كم ليفل بدنا نقطة لنقول نحنا سورتيفايد أخدنا إكساد صح مثل ما قلت لك هو 284 لسن بقلبها هي بتشمل كل الليفلز من الفاري بيجنر للفاري أدفانس وإنت مجرد ما تخلصيهم كلهم بيطلع لك سورتيفاكت من الموقع اللي إليه والحلو فيها أنه بيكون فيه بقلبها كيو آر كود فهذا الكيو آر كود بيصير أنتو لما الأشخاص اللي هيخدوا الدورة أخذيش أنا يعني مصدق صح فبصير لما ياخدوا الدورة بيحطوها على السيفي اللي إليهم وإذا راحوا أقدموا على أي وظيفة إذا الجهة بدأت تتأكد أنه هذه السيفي حقيقية بيقدروا يعملوا سكان للكيو آر كود وبيقدروا يطلع لهم فيريفكيش أنه هيدا الشهادة رسمية طالعة من عند من الموقع لأن أنت مسجل بره لأنه الاختراع مسجل لا ما خاص بس هي ما بدي يصير فيه لغة أنه هذه شهادة من مايكروسوفت لا هي شهادة بس من الموقع لا لأنه هو اشتاز الدورة اللي أنا عملتها اللي أنت عملتها بس أنت under مايكروسوفت لا أنت كم مدرب بس هو ما أنا شهادة رسمية من مايكروسوفت عشان ما نخلط إذا حدث الحلو بالسيمليتور اللي أنا عملته أنه بيجهزك لامتحان مايكروسوفت الرسمي يعني عم بمشيك step by step كأنه أنت حتروح تعمل الامتحان أوكي فهم تاخد من قبل المركز اللي عندك التصديق وهي دا هو مثل كأنه passport أو بطاقة صح 100% لا تروح تعمل الامتحان أكيد بيشتروا الفاوتشر بيروح بيعمل امتحان مايكروسوفت إذا نشحوا الامتحان هونيك بيطلع لهم الشهادة الرسمية من مايكروسوفت أكسلان صح ولكن فيش جهات أو شركات يعني ما بدي الشهادة الرسمية بيكفي يكون أنه حدا ياخد دورة بالإكسل والموقع اللي إليه هو أراضي صار معروف كون عم بمشي هالعالم بهالطريقة كمان ليتشي زكي اليوم وقتا منفوت على trainermحمد.com دغري بيخدنا مشترك بلاتفورم ما شاء الله يعني إذا نحن منحب تساين مع فيسبوك بنقدر حتى تيك توك بنقدر إنستا بنقدر وكأنك عم بدك تلقى كل المجتمع يعني الكثير كثير معلم اللي ما عنده يمكن نوعية من التطور التكنولوجي هيدا استراتيجية أنت ما اعتمدها محمد شوفي في بعض الويب سايت مثل ما بقلولك لتقدر تفوت لعنا على الموقع لازم تعمل حساب عنا أنا الحلو اللي عملته إنه لأ قلت إنه يمكن في حدا ينسى الباسورد أو شي ونحن أغلبنا مذكرين الباسورد أو حتى إذا مش مذكرتين الباسورد أراضي الفيسبوك على تليفوني كتجيميل اللينكتين التويتر فأنا قلت ما حتى خليت الواحد يعمل حساب مجرد ما يفوت على الويب سايت اللي إليه بيختار بشو بدوا يعمل لاج إن بالفيسبوك بالتويتر مباشرة عم بيدخل وبيبلش بيتعلم يعني هيانة كلمة أكسال هي صعبة على الكتار بحسوه إيش أدافية صغل إنت بس إذا الأشخاص أراد ياخدين دورة أكسال أو عندهم لفل معين بفوتوا كمان من لفل زير وبدوا يقطع لا أبدا فيهم يعملوا سكيب يعني هو فيه الواحد ينقى أي لسن بدوا إياها وضغر مباشرة ينفوت ويتعلموا بس بحط علامة صحة لها أنه انتهى مننا وبيبين البراجرس اللي إليه يعني بيين صار مخلص مثلا 10% 15% قد ما هو بخلص من اللسنز بيقدر يخلصهم وبيطلع له الشيه ده آخر شيء محمد نحن فخورين شيك يعني كونك كمان هالي مخترع اللبناني ولو أخدت الإقامة الدهبية بس برضو بالنهي إلى لبنان ولو كل العالم للعالم من فتحة أكيد فيه أن يفوتوا لكن على trainer.mohamed.com لا تنزلوا هال Excel University خلينا سامية جامعة Excel for free وتقدروا تعملوا كلها التدريبات وبنهاية المطاف يكون عندكم شهيدة من training center من عند محمد اللي حتخولكم أكيد تقدروا ترجعوا تخوضوا امتحان مايكروسوفت العالمي شكرا لك محمد المدور أهلا وسهلا فيك فاصل بسيط وشهدين ومنتابع